صار واضحا لديكم كيف أسست حوزة النجف وفقا لأي معرفة بإمام زمانها فهذا الطوس في أهم كتبه وفي التفسير الأول لحوزة النجف يعرف إمام زمانه بهذه المعرفة هل هذه معرفة صحيحة؟ مات الطوس على هذه المعرفة؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ومات الخوء على هذه المعرفة؟ هذا الجواب في آخر عمره في آخر عمر الخوء في السنوات الأخيرة من حياته الطوس هذه عقيدته في آخر حياته لأن تفسير التبيان ألفه في آخر حياته حتى وإن كان ألف بعضا منه قبل ذلك فإنه أتمه في آخر حياته تفسير التبيان كتاب للطوس في أخريات عمره وهذا الجواب الذي تحدث فيه الخوء عن عقيدته فيما يرتبط بسهو صاحب الزمان بسهو المعصوم هذه عقيدته وهذا جوابه في أخريات حياته هذه حوزة النجا مؤسسها وزعيمها في زماننا ماتوا وهم لا يعرفون إمام زمانه من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذه حوزة النجا حوزة أسسها جاهليون وتزعمها جاهليون الحقائق أمامكم هذه كتبهم فليكذبوني فليكذبوني التفسير المركزي في حوزة النجا أي تفسير وأنتم تسمعون الوائلي الخطيب المركزي لحوزة النجا وتسمعون الخطباء الذين يقلدونه وتقرؤون في الكتب التي تؤلث في هذا المضمار في مضمار التفسير المصدر الأول عندهم مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرس مجمع البيان هو هذا التفسير المركزي الأول في حوزة النجا هذا الجزء الرابع من مجمع البيان مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثانية والثمانين بخصوص الآية الثامنة والستين من سورة الأنعام الموضع الذي تحدث فيه الطوسي عن سهو المعصوم ومجمع البيان هو كوبي للتبيان مع إضافات ناصبية أخرى في الصفحة الثانية والثمانين نقل الكلام نفسه فهو يعتقد بالذي يعتقد به الطوسي هكذا يقول وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى ما يرتبط بعقيدة الشيعة فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عن ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل الكلام هو فصاحب الزمان لا يسهو ولا ينسى في دائرة التبليغ الديني التبليغ عن الله في غير ذلك يسهو وينسى إلى الحد الذي لا يصبح مجنونا لا يصبح مخبلا لا يصبح معتوها هذه معرفة إمام زمانكم عند مراجعكم الطوسي المؤسس الخوئي في زماننا وهذا أهتبرسي من المراجع الذين فيما بينهما وإنما اخترت كتابه لأن تفسيره هو التفسير المركزي الأول في حوزة النجف عند الخطباء عند المدرسين في الحوزة وعند المؤلفي وعند طلاب الحوزة حينما يريدون أن يعرفوا تفسير آية يعودون إلى هذا التفسير كل ذلك بتوصية من نفس المراجع في كل جيل مراجع حوزة النجف يوصون تلاميذهم بالرجوع إلى هذا التفسير مع وجود تفاسير أخرى لكن الجميع يوجهون الأنظار إلى هذا التفسير وهو تفسير ناصبي قذر وسخ بامتياز وهذه بعض قذارته وبعض أوساخه ونجاساته أنتم ماذا تقولون أنتم الذين تؤلهون المراجع الأغبياء ماذا تقولون عن معرفتهم بإمام زمانهم من أنه يسه ويهسى كل شيء إلى الحد الذي لا يصبح فيه مخبلا معتوها مجنونا فقد جوّزوا عليهم على محمد وآل محمد من الشيعة قطعا الحديث ليس عن عامة الشيعة وإنما عن مراجع الشيعة هم الذين يتحدثون في هذه الموضوع فقد جوّزوا عليهم أن ينسوا ما عدا دائرة التبليغ أو يسه عن ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل هذا أهم تفسير في حوزة النجف عرفتم القذارة من أين بدأت من المؤسس إلى زعيم الحوزة إلى أهم تفسير في حوزة النجف أهم مفكر في حوزة النجف محمد باقر الصدر أنا أأخذ أمثلة ونماذج وإلا فإن القذارة تنتشر في كل أسقاع الحوزة في تأريخها وفي أمكنتها وفي أزمنتها وفي عمائمها العباسية الإبليسية وفي الرؤوس التي تحتها تحت تلك العمائم التي ملئت قذارة ووسخا وهذه كتبه أمامكم فأية معرفة لهم بإمام زمانه يضحكونها عليكم اتخذوكم حميرا أتحفوا أتحفوا الشيعة الكرام بالوثيقة أديخي ما رد أجيب الأسماء راحت قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لها أخر بابل ما توصل للنوبة هي قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعلم تركبهم وتقول لهم بيخ والله نفع عبارة واحد من الأعلام أخبر خمسة قال لي كيف تستعجب موش تراها قلنا تركب يعني خلاقه أغمي شيني كما تقول خلاقه أغمي شيني كتبه لأبو كان حالة أسنو فقوش ديخ تعرف فقوش ونص عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفون لأنه ما رد أجيب الأسماء عراضة قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ ومش لا معلم إجمالي لا مو علم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة